كيف تمكن هذا الضب القطبي العملاق من الزحف لمسافة طويلة دون أن يتكسر تحته هذا الجليد الرقيق؟ من الذي علمه هذا الأسلوب الرائع في علم الفيزياء؟ هذا الضب تعلم تقنية رائعة كيف يخفض وزنه إلى أقل من 10% إنه بهذه التقنية يستطيع أن يخسر من وزنه أكثر من 90% سبحان الله حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين الحقيقة هذا المقطع لفت انتباهي فأحببت أن أشاركه معكم وأن نتأمل مخلوقات الله لأن هذه المخلوقات الرائعة تدعون للتفكر أيها الأحبة الله عز وجل ماذا يقول؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ بل الظالمون في ضلال مبين الحقيقة هذا الدب القطبي يزن مئات الكيلوغرامات ويعيش في مناطق جليدية وهذه المناطق الجليدية منها ما هو رقيق جدا ومنها ما هو سميك فالمنطقة السميكة الجليد السميك يتحمل ضغط كبير فيستطيع أن يجري ويركض ويصطاد بكل حرية ولكن هناك مناطق سماكتها قليلة منطقة جليدية رقيقة جدا لو مشى عليها هذا الدب بوزنه الذي يزيد على ثلاثمائة كيلوغرام سيغوص في الماء ماذا يفعل؟ سبحان الله الله عز وجل علمه التقنية رائعة جدا ربما نحن البشر نعجز عنه إنه يقوم بتوزيع الضغط على كامل جسده فيبدأ بالزحف يبدأ بالزحف طيلة هذا الجليد الرقيق المسافة الرقيقة يبدأ بالزحف عليها سبحان الله وبالتالي فإنه يقلل الضغط أو قوة الضغط إلى يعني من مئة بالمئة إلى أقل من عشرة بالمئة أي أنه يخسر من وزنه بهذه الطريقة أكثر من تسعين بالمئة لماذا أيها الأحبة؟ سأقول لكم التحليل العلمي لذلك لكي نتخيل الحسابات التي يقوم بها دماغ هذا الدب ليسلك هذا السلوك دعونا نأخذ ورقة ونضغط عليها بكف اليد بقوة معينة هذه القوة لا تستطيع أن تخترق الورقة لماذا؟ لأن القوة موزعة على كامل كف اليد على مساحة كبيرة ولكن بنفس الوقت خذ دبوس واضغط بنفس القوة ستجد أن الدبوس اخترق الورقة ما الذي يحدث؟ لقد قمت بوضع هذه القوة كلها على رأس الدبوس يعني القوة كلها تركزت على مساحة صغيرة جدا فالدب عندما يمشي على أرجله الأربعة فإن الضغط يكون كبيرا كمية الضغط تكون كبيرة لأن مساحة الأقدام تكون قليلة فيقوم بتوزيع الضغط على كامل جسمه فيزحف وبالتالي يخفف من الضغط أكثر من 90% سبحان الله والله أيها الأحبة يعني هذا المشهد يجعلني أتأمل وأتفكر في كيفية خلق هذا المخلوق وغيره طبعا من المخلوقات طيب أنا أتساءل الآن هل تعلمت دب هذه التقنية بالمشاهدة أم هي موجودة فيه مبرمجة فيه لا العلماء يقولون إن الدب يمارس هذا العمل منذ أن يخلق هو لا يتعلمه هو يمارسه بفطرته بغريزته وكأن هناك برنامج من المعلومات موجود في داخله يهديه لهذا السلوك لأن دماغه عاجز عن القيام بالعمليات الرياضية المناسبة ليقرر أن هذه المنطقة سميكة فيقف على قدميه وهذه المنطقة رقيقة فيزحف على بطنه إذن هناك برنامج يهديه للطريق الصحيح أنا هنا لدي آية عظيمة جدا عندما ذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وفرعون أنكر قال فما ربكما يا موسى ماذا قال له انظر أخي الحبيب قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحان الله الله هو الذي أعطى لهذا الدب الوزن المناسب الشكل المناسب الفراء المناسب الفرو التقنية المناسبة للإصطياد للحياة ثم هداه للطريق الصحيح سبحانه وتعالى يعني تصور أن دبا يزن أكثر من ثلاثمائة كيلوغرام باستخدام هذه التقنية البسيطة الزحف على الجليد يتحول إلى كائن وزنه أقل من ثلاثين كيلوغرام وبالتالي يزحف بسهولة فلا يتكسر الجليد تحتهم وهناك كلمة أخيرة أخي الحبيب أود أن أرسلها لكل مكتئب وكل حزين وكل مهموم وكل من عصفت به أمواج الضيق ضيق الرزق وضيق العيش إياك أن تفقد الأمل من الخالق عز وجل إياك أن تفقد الثقة أن الله الذي رزق هذا الدب قادر أن يرزقك ولكن بشرط أن تقول يا رب وأختم بهذه الآية الكريمة التي قال الله تبارك وتعالى فيها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته